ترتيب كود البرنامج وإضافة مراحضات إليه عند كتابة كود البرنامج لا بد من مراحضة أن هذه اللغة case sensitive أي أن الكمبيلر يفرق بين upper case and lower case characters ولعلك تلاحظ في هذا الكود المكتوب أن حرف M و B و S مكتوبة بالكابتل ولو كتب أي منها small فإن كومبيلر يعطي خطأ فعلى سبيل المثال قم بكتابة S في كلمة show إلى small letter وقم بتنفيذ البرنامج فتلاحظ ظهور رسالة خطأ وذلك لأن هناك فرق بين show B S small و show B S capital لاحظ أيضا أن كل سطر كودية ينتهي بسيمي كولون ويمكنك إضافة ملاحظة من سطر واحد إلى كود البرنامج باستخدام double slash ثم كتابة الملاحظة التي تريدها وهنا يمكنك إضافة ملاحظة قبل جملة message box كما يمكنك إضافة ملاحظة من عدة سطور وذلك بكتاب slash ثم star لتوضيح بدء كتابة الملاحظة ثم تكتب بعد ذلك الملاحظة في عدة سطور كما تريد وفي نهاية الملاحظة تكتب star ثم slash وفي هذا المثال يمكنك إضافة ملاحظة من عدة سطور كما يمكنك إضافة أو إلغاء ملاحظة عن طريق comment and uncomment buttons الموجودين داخل tool bar فهنا مثلا يمكنك إهمال السطر الكودي الخاص بإظهار message box وذلك بعمل click على بداية السطر ثم عمل click على comment button ويمكنك إلغاء هذه الcomment وذلك بالضغط على uncomment button داخل tool bar ترجمة نانسي قنقر